وشاهدين الكرام في كل مكان نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب بنرحب بكل أسئلتكم وبكل أيضا مداخلاتكم واستفساراتكم كمان عايزيني شجعكم على متابعتنا على صفحة قناة الحياة على السوشيال ميديا الخاصة على الفيسبوك وكمان على اليوتيوب كل الحلقات بتاعة عبر الكتاب وبرامج قناة الحياة بتبقى موجودة على اليوتيوب فممكن تعمل برسكرايب على طول اشترك في القناة وكمان تفعل الجرس عشان يجيلك أول اللي بينزل على القناة واللي بيحمل من فيديوهات على القناة عنوان حلقة اليوم لهذه الأسباب قد أسلمت أو الأسباب الحقيقية وراء من أسلمه من ألفين سنة وحتى يومنا هذا وإلى أن يأتي ثانية يظل المسيح هو الشخص الوحيد الذي يغير حياة الإنسان إلى الأفضل فهو يأخذ المجرمين والخطاة والأثمة والفجار ويصنع منهم أبرار وقدسين يصنع منهم أشخاص يغير المجتمع للأفضل يصنع منهم أشخاص يشهدوا عن عمل نعمته فرسالة المسيحية هي الإنجيل والإنجيل ببساطة هو الخبر السار الخبر السار عن محبة الله في المسيح يسوع هذه المحبة التي أعلنت في الصليب من خلال موته وقيامته أيضا ولجل هذه الأخبار السارة تغير الإنسان وتصنع منه إنسانا أفضل اسألوا أي شخص عبر إلى الإيمان بالمسيح يسوع اتنقل من الموت للحياة ومن الظلمة إلى النور هتلاقوا على طول بيكلمك عن جمال المسيح روعد شخص المسيح تعليمه حياته سموه أخلاقياته تضحيته وفدائه فمركز التغيير هو شخص المسيح نفسه والإعلان الذي أيضا يقدمه المؤمن الذي عبر من الظلمة إلى النور هو يقدم شهادة عن جمال وروعة يسوع المسيح لهذا نهتم نهتم قناة الحياة بأن نعطي فرصة لمن اختبروا نعمة المسيح أن يأتوا لكيما يشاركون لكيما يخبروا عن ما صنع بهم الرب أو كيف صنع بهم الرب ورحمهم وعندنا كتاب اسمه عائلة قرية الحياة مليان اختبارات وفي البرامج المختلفة بتلاقوا كتير من هذه الاختبارات ممكن موجودة على السوشال ميديا وعلى أيضا على اليوتيوب تقدروا تتابعوا هذه الاختبارات وتشوفوا عمل نعمة الله فأغلبية الفريق اللي بيخدم في قناة الحياة هم عابرين هم لم ينشأوا في أسر مسيحية لكن المسيح افتقدهم بنعمته وهم الآن يخدمون المسيح على النقيد من هذا على النقيد من هذا نجد أن الإخوة المسلمين وعلى فكرة الإخوة المسلمين مش 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 يعني مش من ناس اللي هي تبدأ حاجة لا هم دايما تقليديين أو بيقلدوا الآخرين فبيحاولوا يأتوا بأشخاص لكي ما يريوا العالم أنه إزاي في ناس كتيرة بتصير مسلمة أنا لا أشك لا أشك أبدا ولا أشك في يعني حقيقة شخصية الأشخاص اللي أنا هتكلم عنهم النهاردة اللي هم كانوا مسيحيين وصاروا مسلمين لا أشك أبدا لا أشك أنهم كانوا فعلا مسيحيين وصاروا في لحظة من العزات أنهم مسلمين لكن هدف الحلق النهاردة هو أن أري لحضراتكم ما الذي يجذب إنسان إلى الإسلام هل رأوا في رسول الإسلام شيئا لم يروه في المسيح هل بهرهم حياته هل بهرتهم أخلاقياته لكن لماذا أسلم لهذه الأسباب قد أسلمت لكن قبل ما نتكلم عن الأشخاص وعن تحليل للفيديوهات بتاعتهم خلينا أقول بعض الحقائق حابب إني أقولها لحضراتكم وأشاركها قدامكم المسيحية تؤمن أو تؤمن المسيحية ماذا تؤمن المسيحية أو بماذا تؤمن المسيحية أول حاجة بنؤمن بحرية الإنسان في اختيار معتقد الحرية دي ربنا كفلها للإنسان وربنا بيحترم حرية الإنسان عاش كده مرات ومرات اللي يقرأ الكتاب المؤدس يقول له إنه أنا واضع أمامك الحياة والموت فاختر الحياة أنا بشجعك إنك تخل الحياة لكن الله لا يجبر الإنسان على أن يختار الحياة فالمسيحية تؤمن بحرية الإنسان في اختيار معتقده عكس طبعا الإسلام الذي يعني يهدد حياة من يترك المعتقد الإيمان المسيحي لا يورث ولا يفرد على أحد بالقوة يعني مش لأني أبويا مسيحي أنا بصير مسيحي ده مفهوم مفهوم الشعبي بس ده مش حقيقة مش حقيقة كتابية فزي ما قال أحد الله ما عندهوش أحفاد الله عنده أولاد بمعنى إنه الإيمان المسيحي لا يورث الإيمان المسيحي بيأتي وقت في حياتي كشخص إني أخذ قرار إني أتبع المسيح أو أخذ قرار إني أتبع شخصا آخر فالإيمان المسيحي لا يورث وأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله ولا يفرد بقوة ولكن هذا لم تنتشر المسيحية بالسيف ولم تنتشر المسيحية بالقوة العسكرية الغاشمة المسيحية انتشرت بالكرازة بالإنجيل هؤلاء البسطاء تلميذ المسيح وصفوا بأنهم فتنوا المسكونة برسالة الإنجيل حاجة الثالثة المسيحية ليست ديانة المسيحية هي علاقة شخصية مع الرب يسوع إنسى خالص إن المسيحية ديانة فيها كلمات الرب وفيها وصايا الله وفيها عقائد لكنها في جوهرها هي علاقة شخصية مع المسيح من له الابن له الحياة فهناك علاقة شركة شركة حية مع المسيح وليست ديانة مجردة وجوفاء قرار شخصي يتخذ الإنسان بكامل إرادته بكامل إرادته أن يتبع المسيح أو يتبع غير المسيح فهذا قرار شخصي يحثنا الكتاب المقدس على الاختيار الصحيح هو آه اداني الاختيار لكن كمان بيحثني على الاختيار الصحيح فيقول لي اختر الحياة لتحية هو لا يكبرني على اختيار الحياة لكنه يشجعني على اختيار الحياة عشان كده الإنسان مسؤول عن قراراته وعشان كده بنقرأ في كلمة الله في سفر الرؤية وأصحاح ثلاث وعدد هشين هانذا واقف على الباب وأقرأ إن سمع أحد صوتي وفتح الباب فالله موجود بيقرأ على قلب كل إنسان لكن الذي يفتح الباب هو الإنسان الذي يسمع ويستجيب لصوت الرب فيفتح قلبه لعمل نعمته حاجة تانية ماذا عن الذين يتركون المسيحية؟ زي ما قلت المسيحية هي علاقة شخصية مع المسيح وهي لا تورث هو قرار شخصي بيتبع الشخص الكتاب المقدس بيعلمنا أن المؤمن الحقيقي الذي اختبر نعمة الله لا يمكن وأقولها تاني لا يمكن أن يترك المسيح أبدا الذي اختبر نعمة الله المغيرة لحياته لا يمكن أن يترك المسيح أما اللي تركوا المسيح بيقول عنهم الكتاب بيقول فيها آية جميلة جدا قالها الرسول الحبيب يحنى في رسالته الأولى وفي أصحاح 2 وفي عدد 19 منا خرجوا كانوا في ناس معنا لكنهم خرجوا تركونا أحبوا العالم ومغريات العالم أو لم يحسبوا حساب النافقة أن اتباعهم للمسيح ممكن يكلفهم ألام ومعاناة فأول لما جات الألام والمعاناة قالك لا احنا احنا في حال وانتوا في حال فمنا خرجوا ليه خرجوا مننا لكنهم لم يكونوا منا هما في الفعل لم يكونوا منا ما كانوش مؤمنين حقيقيين بالمسيح هما من الظاهر منا لكن من الجوهر لم يكونوا منا لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا لو هما مختبرين حقيقيين لنعمة الله هايبقوا معنا وهيكونوا أمناء إلى النهاية وهيتمسكوا بالمسيح إلى آخر لحظة في حياتهم لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا لكن ليزهروا أنهم ليسوا جميعهم منا وده اللي ببرهن اللي ببرهن أنهم لم يكونوا منا هو خرجهم عنا وخرجهم منا فنحن نحن نؤكد أن الله يريد أن الجميع يخلصون إلى معرفة البر يقبلون لكن كمان نؤكد على أن المؤمن الحقيقي الذي اختبر نعمة المسيح مهما كان لا يمكن أبدا أن يترك المسيح أما الذين ولدوا في بيوت مسيحية ولم يختبر نعمة الله المغيرة والذين لهم سورة الطق ولكن ينكرون قوتها فهؤلاء يتلهم الفرص أنه يعرفوا المسيح لكنهم رفضوا معرفة المسيح وعش كده احنا بنسبالنا موضوع سهل من الصعب ولا نهدد أحدا ولا نكبر أحدا ولا نكفر أحدا ولا نهدد حياة أحدا نهائي وإحنا بنعرف أنه الله بيعمل الله بيعمل الله بيعمل بصورة كبيرة جدا أكبر من أفكارنا ومخيلتنا آلاف بل عشرات الألاف كل يوم من العالم العربي يقبلون يسوع المسيح المخلص الله لا يترك نفسه بلا شاهد في كل البلاد العربية الله له أناس يأتي بهم يفتح قلوبهم بيقبلوا يسوع المسيح بيتغيروا بيسيروا له شهود ونشكر ربنا لأجل خدمة قناة الحياة اللي وضعت على قلبها هذه رسالة أن توصل رسالة المسيح بالأخص للإخوة الغير مساحية طيب أجي إلى موضوعنا لماذا أسلم أول حاجة نشوف فيديو فيديو كده مقدمة اللي أنا جبت بس شخص يعني شخصان أو شخصيتين يعني هتكلم عنهم النهار لكن هنشوف أول فيديو وإزاي يعني مقدم الفيديو مقدم الفيديو خليك تبكي تبكي كأنك هتبكي من الإيمان هنسمع الفيديو الأولين جمال أرمونيوس الشاب المصري جند من أجل محاربة الإسلام والطعن فيه عاش حياته شماسا وخادما في الكنيسة وكان يعد ليكون قسيسا يدعو أبناء جلدته إلى العقيدة النصرانية كانت هذه حياته في خط الهجوم الأولي على الإسلام فيديو خليك تعيط يعني حتى الرجل بيغير صوته ومستميت ومياعة يعني ما بعدها مياعة عشان يعني يؤثر عليك أنه هذا الاختبار يعني إزاي واحد كان بيعد أنه يبقى أسيس وكان شماس وكان اتحط فيه مواجهة الإسلام هنشوف كل الكلام ده لكن يعني ما عرفش الكلام ده بيتحكوا بيه على مين يعني إيه كمية المياعة دي اللي موجودة في الفيديو سوري في اللفظ يعني يعني علشان بس يوريك الإيمان الإيمان اللي بيغ يعني 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 أنا لو الشخص ده دايما أقوله يعني استرجل شوية أو أديله بريل يشو بريل زي ما المصريين حطين الإعلان بتاع بريل ماشا الفيديو الثاني بقى بيوريني الفيديو الثاني واحد أول واحد بيقول أنا تربيت في أسرة مسيحية متعصبة يعني هو تربيت هو عايز يوصل الفكرة أنه يعني إسلامه جاي من اقتناع شخصي وأمرك أنه ضد الأسرة يعني فهو بيقولك في الفيديو أنه إزاي أنه تربيت في أسرة مسيحية متعصبة لكن لما بتتفرج على الفيديو بعد كده تكتشف أنه الكلام اللي قاله الأولاني هو نسي أساسا هو نسي أنه قال أنه تربى في أسرة مسيحية متعصبة لأنه قال حاجات عن مامتو ما ينفعش أبدا كلنا مصريين وتربينا في أسر مسيحية عارفين يعني حتى الأمهات البسطاء إزاي كانوا مؤمنين وإزاي متمسكين بإيمانهم بالمسيح لكن خلينا نشوف الفيديو الأولاني أنا عملت بس خدت جزء من أول فيديو وخدت جزء من آخر الفيديو عشان أوريكو إنه قد إيه الكذاب دايما ما بقاش مدرك إنه لكذبه نهاية فخلينا نسمع بيقولنا اختباره بيقول إيه تولدت من أسرة نصرانية من أسرة متعصبة هو طبعا يعني في كل البديهات بتاعتهم مش هيقولك أسرة مسيحية لأنه خلاص هو أقنعوا إنه دول نصرانيين أو نصرى فتولدت في أسرة نصرانية مسيحية يعني متعصبة هو خلوا بالكم من اللبز متعصبة نسمع اتولدت من أسرة نصرانية من أسرة متعصبة في سعيد مصر مدينة المينيا أوكي كان جدي أعمل شماس في الكنيسة أولا العمل في الكنيسة جدك ما كانش بعمل يعني دي الشماس دي خدمة من خدمات الكنيسة شماس من سني تمن سنوات بالنسبة لولدتي وأنا صغير برضو كانت دايما تسمع برنامج العام في القاهرة الساعة تمانية لتمانية ونصف يوميا شيخ بيقرأ طيب يعني هو اتولد في أسرة مسيحية متعصبة هو نسي دي نسي الموضوع ده فبيحكي بقى عن أمه عن أمه أمه كانت اي بقى؟ أمه كانت بتسمع كل يوم البرنامج الإسلامي وكان وكانت مالش المخرج بيقول لي حاجات وكانت بتعرف أنه اليوم الفلاني ده هيقرأ فيه الشيخ الفلاني واليوم الفلاني ده هيقرأ فيه الشيخ الفلاني وكانت حفظة ها؟ حفظة القرآن نسمع حفظة أسماء المشايخ أيوة والأيام اللي بيقرأوا فيها تقول لي يوم السبت الشيخ عبد الباصل عب سمن أيوة يوم الحد الشيخ مسلا الحسري كده أقول لها أنت تحفظي كل ده ليه يعني وتقول لي ده كلام ربنا وكانت دايما في رمضان تصوم مع المسلمين طيب يعني إزاي تتركب دي مع بعض كلنا إزا يقولوا إزا كان المتكلم مش عارف إيه يبقى المستمع إيه كويس إزاي داي يتركب مع بعض إزاي داي يتركب مع بعض إزاي تبقى أسرة مسيحية متعصبة كويس أو لما يقول متعصبة متمسكة بالإيمان المسيحي وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت أمه كانت تعرف كل يوم مين بيقرأ من الشيخ وتقعد تسمعه وتحفظه وتقوله يا ابني ده كلام ربنا ولم يجي شهر رمضان كانت تسوم رمضان إحنا يعني إحنا عارفين عارفين المينيا وعارفين الصعيد وعارفين سهاج وعارفين وعارفين الناس وأهلينا وإزاي بيتصرفوا ده لما كان بييجي الأدان كنا بنغير القناة يعني بالبساطة دي فزيدت فزيدت بأسرة متمسكة يعني النقص كمان إنه كان يطلعوها الحج وتحج وبعدين مقتنعة إنه اللي بتقرأه ده وإنه اللي بتسمعه في الراديو هو كلام الله يبقى سوري إنت تربيت في أسرة يمكن مسيحية بالإسم لكن لا تعرف شيئا عن الإسلام وولدتك مع كل الاحترام لا تعرف شيئا عن المسيحية نهاية نهاية فالكذب ملهوش رجلين طيب واحد تاني بقى تلع إيه تلع أسكا من ده تلع أسكا من ده هو بيقول إنه كان أسيس كاهن لمدة 11 سنة وأنا لا أشك أنا مش بشك في التاريخية الأحداث لكن طبعا أنا عندي حق إن أنا أقف قدامي الكلام اللي بيقولوه وحلله يعني فطلعوا الحج بعدما أسلم طبعا طلعوا الحج وطلعوا مكة وعملوا معا انتروفيوه كبير في مكة على أساس أنه ده الأسيس بقى اللي أسلم فنسمع الأسيس اللي أسلم وهو بيقول لنا لماذا أسلم لماذا أسلمت هتستغرب لو أنا يعني قلت لحضرزك إن الإنجيل هو سبب إسلامي أنت تكلم جد الإنجيل وليس القرآن الإنجيل هو سبب إسلامي والله ما أعرف غير منك دلوقتي اقرأ الإنجيل يصل بك إلى القرآن شفتوا لماذا أسلمت لماذا أسلمت لأن الإنجيل هو سبب إسلامي فأنت تكرأ الإنجيل يصل بك إلى القرآن وأنا هاخد كلامه ده وأقدمه نصيحة لعلماء الإسلام والمسؤولين عن البلاد العربية عندك فرصة زهبية إن المسيحيين يصيروا مسلمين عندك فرصة زهبية وهي أنتم تعمموا وتفردوا إراية الإنجيل على الكل والنهاردة مع انتشار الإلحاد تقدر كمان تفرد إراية الإنجيل على كل الشباب كويس لأنه بما أن الإنجيل هو اللي هيوصل الإنسان إلى الإسلام فأنت عندك وسيلة سهلة ومتوفرة لماذا لماذا تمنعون انتشار الإنجيل في البلاد العربية لماذا لماذا تخافون من الإنجيل لماذا يسبب لكم إنجيل يسوع المسيح الرعب لماذا يخاف المسلم أن يقرأ إنجيل المسيح لماذا يخاف أشيوخ الإسلام على أن يقرأ المسلم الإنجيل إذا كان الإنجيل هو الذي يقود إلى الإسلام فللي ما تعممهوش أنا لي صديق كان بيشتغل ريجون مانجر يعني مدير منطقة الخليج في إحدى الشركات الكبيرة الغربية وكان كل أسبوع بيجي له سفرية لسعودية مثلا ممنوع دخول الإنجيل لسعودية بس هو لأنه مسيح يمسمح له بنسخة واحدة يدخل بيه فكان يدخل كل أسبوع بنسخة ويروح أي حتة يسيبها ويمشي والأسبوع اللي بعده نفس الحكاية لكن ده لو تمسك هيحاكم ده لو تمسك هيحاكم وهيتمنع من دخول البلد اللي كان بيروح بتهمة التبشير إنما ده ده بقى جاي يقول لك إيه جاي يقول لك أنا الذي سبب إسلامي هو الإنجيل نفسه هو بيضحك على مين هو بيضحك على مين خلوا بالكوا إنه لحد الوقت لم يأتي سيرة رسول الإسلام أو تعليم الإسلام أو أي حاجة ومش هنسمعها أبدا إن دي كانت نقطة الاتراكشن نقطة الإنجزاب لهؤلاء أما لم ينجذبوا أبدا لمثل هذه الأشياء غير أي اختبار مسيحي تجد إنه دايما الإنجزاب هو نحو شخص المسيح وكان شخص المسيح مغناطيس 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 بيجذب الإنسان إليه بيرى فيه روعة وبيرى فيه جمال وبيرى فيه سمو وبيرى فيه محبة وبيرى فيه تعليمه هذه السامية الذي ليس لها مثيل فبينكذب نحوه أنتوا خايفين العالم الإسلامي يقرى الإنجيل وقال لكم واحد كان مسيحي وإداكم الحل يقول لكم أنا صرت مسيحي والسبب هو الإنجيل هو الإنجيل طيب زي ما قلت فيه سؤال مهم جدا ما الذي يجذب الإنسان للمسيح لكي ما يصير مسيحيا ده سؤال مهم جدا ده سؤال بيقدر يجاوب عليه أي شخص عارف المسيح ودي فرصة أنا أتمنى من الإخوة المشاهدين اللي الرب يسوع أنار قلوبهم وعبروا أنه يشاركونا اللي جذبك في المسيح دايما هتلاقي يعني هتلاقي الإجابة كلها متلخصة حوالين شخص المسيح لأنه ده الإنجيل الخبر الصار فما الذي جذب شخص ما للإسلام هل تعليم الإسلام السامية هي اللي جذبت شخص ما للإسلام أنا ما سمعتش ولا واحد قال أنا انجذبت الإسلام سهب تعليمه ما سمعتش وبصراحة ما ينفعش تعليمه تتحط معاك كتاب مؤدس ولا حتى تقارن لأنه ما فيش وجهة مقارنة هل حياة النبي والصحابة جذبت البعض للإسلام تبدأت قارنه بالمسيح إزاي المقارنة أساساً مش موجودة وتصبح ظالمة لأنه كيف أن تقارن ما بين النور والظلمة ما بين الحياة والموت إزاي هل هل الإسلام ينادي بالتسامح وقبول الآخر فعش كده اتجذبوا للإسلام ده مش موجودة الإسلام لا ينادي بالتسامح ولا ينادي بالقبول الآخر فيديو رقم أربعة وخمسة هو بيلخص لنا بقى إيه الأسئلة اللي دارت في دماغه علشان يصير مسلم يعني 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 أو بيعبر عن نفسه نسمع ممكن ناخد الفيديو هندل وراء بعض وهو بيكلمني عن إنه إزاي يعني وهو صغير دارت في دماغه وأسئلة نحترمها سبرده نقف عندها ونسأل بعض الأسئلة فنسمع الفيديو وأنا في أثناء دراسة في المدرسة كنت في عدة تسؤولات أو علامات السفهام كانت بتشديني للإسلام السؤال الأول كان ساعة ما كانوا يفرقونا في المدرسة في الفصل حسد دين المسيحيين في فصل والمسلمين في فصل يعني إيه عشان بس الإخوة اللي من بلاد تانية غير البلاد المصرية يعرفوا اللي تربى في المدارس المصرية الحكومية يعرف الموضوع ده كويس قوي إنه واحدة من المواد اللي كنا بندرسها في المدرسة هي التربية الدينية سواء التربية الدينية الإسلامية أو التربية الدينية المسيحية فبيبقى في الفصل مثلا أربعين طالب منهم ثلاثة أربعة خامسة مسيحيين كويس فلما بتيجي حسد تربية الدينية المسلمين بيعودوا في الفصل بتاعهم والمسيحيين دول بيخرجوا وبعدين يعني لو موجود مدرس مسيحي في المدرسة مدرس مش مدرس دين أي مدرس مسيحي يروحوا مدينوا الولاد دول الساعة بتاعة التربية الدينية وسواء في منهج ولا ما فيش منهج فده اللي كان بيحصل إنه ساعة التربية الدينية يروح فصلين دوان عن دوان اللي يجذب في كده اللي يجذب يعني يعني ده بالعكس ده يحسسك بالشفقة يعني يعني اللي يجذبك اللي فيه الإسلام إنه تقولي إنه أنا أكتر حاجة يعني شدتني وجذبتني وأنا صغير it doesn't make sense لإنسان عائل ما كلنا مرين بيدور ولا كنت بتحس بالنقص وبالأقلية وبصغر النفس عمرنا ما حسين ده إحنا حسين إن كنا وقتها بناخد الفرصة دي نحن نعمل إحنا عايزينه يعني اتحررنا من حصة يعني اللي بيسمع اللي بيسمع لازم يبقى فاهم هو الرجل ده بيعني ما يقول طيب أخذ مدخلة وأرجع أكلم معنا الأخت فريال من بريطانيا أخ أشرف أهلين نعمة المسيح معاك نعمة المسيح ربي باركك على هذه الحلقة الدسمة والرائعة جدا شكوريك أنا قبل ما أقول مداخلتي بأمانة الله يوميا أصلي من أجل قناة الحياة والعاملين بقناة الحياة صار لسنوات أنا أتابع قناة الحياة والخدام وقدمي البرامج شكوريك أمري أشكر الرب أمرك ما ساومتم على كلمة الحق أبدا أبدا والكتاب اللي ذكرته عائلة قناة الحياة أنا عندي وكتاب سخين وكله اللي عبروا من ظلمة إلى النور من تأثير قناة الحياة نشكر ربنا فنشكر الرب على هذه القناة الرائعة ورب يحفظكم يتمجد في خدمتكم أمين أخي أشرف هو الإنسان العاقل واللي يفكر واللي يبحث عن الحق راح يشوف أنه الدين اللي ما يغيره فهو راح يغير الدين يعني الدين اللي ما يغيرني أنا أغيره المسيح له كل المجد هو الوحيد الذي يغير الإنسان ويغير قلبه ويزع منه قلب الحجر ويعطيه قلب لحم وأنا فقط راح أقول اختبار لآخ لكن ما راح أخليك تبكي يعني نبرات صلصي لأننا ما عدنا هاي التمثيليات والمسرحيات أخ أشرف في اجتماع دراسة الكتاب اللي نحضره في شخص أخ ملحد دخل معنا فدخل من أجل أن يستفزنا ويتحدانا ويدخل من الإيمان المسيحي لكن نشكر الرب بكل صبر وكل أنات وكل محبة عملناه وردينا عليه الرد المقنع حسب كلمة الله يا أخ أشرف بأمانة الله بعد خمس أسابيع الشخص هذا هو شاب يعيش في إحدى الدول الأوروبية الرب يسوع له كل المس قلبه أمين وجاء للإيمان وقبل الرب يسوع ربه مخلص على حياته وهسه هو يبشر ويحكي عن اختباره للأخوة الشباب اللي مثلوا ودائما يجل يعني يطلب الصلاة من أجل أهله لأن أهله لا يزالون مسيحيين بالإسم ومعانا أيضا عابرين رائعين في هذا الاجتماع فهو هذا الإله الحقيقي اللي يغير نعم بعدين أنا أسأل هذولا كل من اللي طلعوا جبل من الأكاذيب لأنه متعودين على الأكاذيب والتقية طيب ما هي نعمة الإسلام اللي أخذه لمن أسلم أيو ما هي النعمة ما هو الخلاص اللي أخذه في الإسلام لا يزال يرتعب من عذاب القبر والثعبان الأقرع وما يعرف وين رح يقضي أبديته إذا رسوله محمد ما كان يعرف وين يقضي الأبدية فهيب شيخ الأزهر لما قرأ الموعظة على الجبل وأزمعت عيونه فليش أزمعت عيونه مثل ما تفضلت يا ريت يا ريت ونتمنى ونصلي إنه ينشرون كتاب المقدس بكل حرية في الدول العربية وحنشوف النتيجة طبعا لو ما سيف على رقبتهم لو ما سيف على رقبتهم صدقني بالألا بل بالملايين حيتبعون الرب يسوع المتاح له كل المش وحيصير هذا بإذن يسوع أمين أخت فريا إحنا إحنا بنشكر ربنا لأجلك أنت يعني بتعتبري واحدة من أسرة قناة الحياة اللي إحنا بنعتز بيها ومنشكرك على صلاتك وباستمرار من أجل القناة والخدمة الرب يباركك وأنا أتعلم منكم لأنه أنتم أتعلم منكم بالنقاية أنتم أتعلم لأنه أنتم تطبقون الكلام الإيمان المسيحي وكلام الرب يسوع الرب يباركك رب يباركك أختي ربنا يباركك أهب جد ما لازم يعملوا لنا فيديو عن النعمة اللي حصلت لهم يعني يعني دايما نسمع عبارة نعمة الإسلام وأنا أنا أسأل سؤال إيه نعمة الإسلام ممكن تلخصها لي في أربع خمس نقاط يعني طيب فنكمل الفيديو اللي شدوا اللي شدوا ها للإسلام إنه كانوا بيطلعوا برا الفصل ويروح حصة الدين الإسلامي الدين المسيحي ماشي كمل قد ما كانوا يفرقونا في المدرسة في الفصل حصة الدين المسيحيين في فصل والمسلمين في فصل كنت أسأل نفسي ليه إحنا يفرقونا وسألت مدرس الدين المسيحي نفس السؤال ليه هما بيفرقونا عن بعض برغم أن احنا بنحلب بالله واحد او بنحلب بربنا ومصطفى ولا محمد بيحلب بربنا فالله هو كده لازم احنا نعلم الدين المسيحي بالانجيل والمسلمين اللي تعلموا بالقرآن كان بلفت نظري برضو المسلمين واما صغرين اطفال ماشيين مع ابوهم مسكين السجاد الصلاة ويروحوا يصلوا في اليوم الجمعة في المسجد واحنا ما كاناش من لا فيه السجاد الصلاة ولا فيه طهارة ودو يعني اللي شده هو سجادة الصلاة يعني نجيب لك سجادة لو انت يعني هي دي النقطة اللي يشد في كده طبعا انت بتروح الكنيسة وبتروح مدرس الاحد وبتروح مع والديك يعني الاسباب قد يكون صادق في الاسباب اللي بيقولها لكن هذه الاسباب هذه الاسباب يعني تجعل المسلم ينكسف ليه لانه ما فيش ولا واحد فيها ولا واحد من هذه الاسباب مركز على رسول الاسلام او على تعليم الاسلام يعني 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 زي ما قولك انا امنت بالمسيح علشان لقيت الاطفال المسيحين بيروحوا المدرس الاحد طب وبعدين ايه اللي حصل لما هو ده بس كفاية طب ايه اللي عجبك في المسيح معرفش انا بس عجبني الاطفال المسيحين رح ينكنيسة ده بنسبة لي اهانة وما اعتبرش اختبار لان الاختبار محوره المسيح حياته وتعليمه بس عشان كده احنا نكرز بالمسيح وكلمة الصليب عند الهالكين جهالة لكن عندنا نحن المخلصين هي قوة الله الخلاص احنا بنقدمش حاجة تانية بنقدم المسيح فما فيش اي سبب اي سبب سجات الصلاة بيفصلونا في الفصل يعني انا لو بسجل الفيديو دوا لو انا بسجل الفيديو دوا وعايز اطلعه انا هقف عند اللي بتاع قول لا ده مش هينفع يا جماعة ده فيديو خيبان طيب ااخد طارق من ايطاليا الو 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 ايوه الو سهلا معاك اهلا معاك اهلا وسهلا بيك طبقات التليزيون شوية اهلا 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 صوتك 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 بالنسبة لي واضح بس كامل حضرتك انا سامعك لا بتفرج على حضرك ويعني اجبني صوتك حضرتك بس حضرك عرضت الفيديو ليه ما بتعرضش ما بتعرضش كامل يعني انا انا ما قدرش عرضه كامل لسبب لانه انا وقتي كله ساعة واحدة والسبب والفيديو موجود على اليوتيوب فاللي عايز اتفرج عليه ايو اهلا اتفرج عليه انا اتفرج عليه بس بس يعني بتستقطع حاجاته وبتكملش يعني يعني هو لما اتكلم ما عرفش اسم الشخص لما تكلم يعني اكمل بيت الحاجات يعني انت مثلا وقفت عندها هو قال اطفال المدارس راحه وهو بيستشد عملية مدارس يعني لا هو اكمل كلامه انا عشان كده حطيت الفيديو اللي بعده الحاجات تانية وهتكلم عن حاجات تانية لسه عندي اجزاء من الفيديوهات لسه ما دخلتش عن العقيدة ومشكلته مع العقيدة ده جزء لكن اللي انا جبته حقيقي ولا مش حقيقي هو ده اللي بيقول اللي ده يشديني للإسلام هو واحد بيحقق ايو مزبوط انا كشخص باخد بقف عندي يعني مثلا لما يقول حضرتك سمعت لما قال انه انا تربيت في اسرى مسيحية متعصبة هل ينفع انت مصري ولا مش مصر لا مصر مصر ايو مصر مصر طب مصر مصر اوكي وحضرتك تربيت في مصر يمكن عايش في ايطاليا بس برضو نشأت في مصر كويس؟ اكيد اكيد هل حضرتك هل حضرتك من عادات الاسر المسيحية في الصعيد عندنا يمكن كمان هل من عادات الاسر المسيحية انه اسمعوا القرآن ويحفظوا القرآن ويصوموا رمضان؟ هل ده من عادات لا اكيد لا طب ازاي ازاي ده يمشي مع ده ممكن لا ممكن يقولوا بسمعوا بحكم 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 ووجودهم مثلا حتى انت في البيت يعني فهم بتسمع القرآن عادي اه باش انا لو انا انا ممكن لو موجود في مكان لو موجود في مكان لو موجود في مكان لو ركي التاكسي لو موجود في المكروباس كويس وراجل شغل القرآن ما بقوله وشت فيه بسمعه وكليه لك وبحترم ده لكن انا اجي في البيت اجي في البيت ابقى عارف اليوم الفلاني البيقرة كذا واليوم الفلاني بيقرة فلان واليوم الفلاني بيقرة فلان واحفظ فيه اسرة مسيحية كده يعني 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 لا لا ما اعتقدش احنا 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 بنحترم بعض لكن بنحترم بعض لكن اعتقد كل اسرة مسيحية بتعتز بال لا لا بالإيمان بتاعها اكيد 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 حتى الهند اللي بيعود بقر بيعتسب بالزبط هو مش واخد باله من التناقض يعني هو هو الفكرة انه عايز يوصل فكرة انه انا لا انا كنت مسيحي قوي جدا وتربيت في اسرع قوية مسيحية جدا ايو ايو بالزبط وبعدين بعد كده بيروح هادم ده كله في عبارة بيقولها بيامن مغالاة اه ومش حي لكن اشكرك لاجل مدخلتك شكرا لك شكرا لك الله يسلام مع السلام طيب ناخد فيديو الشخص اللي قال لك سبب اسلامي هو الانجيل قال لك انا حافظ الانجيل بقى وحافظ انا انا ده خبير هو هو بيقدم نفسه على انه خبير في الايمان المسيحي وانا لا اشك انه كان اسيس كاهن انا لا اشك انا مش بشك في كده لكن انا بشك في في فهمه وفي ادراكه وهو ممكن يبقى سوري يعني اسيس انما ما اقراش كتاب في حياته ده كان زمان بس الايام دي اعتقد حتى الكهنة الجداد الشباب دول يعني بيخضعوا الى الى بيكونوا خارجة جامعات وفهمين وعارفين ومتعلمين وبتعلموا لهوت وبيدرسوا وبيدرسوا لغات فبيطلع النهاردة فاهم عن الاول الاول يمكن البعض منهم كان بيتربى في كنيسة يحفظ له اداس اتنين تلاتة وبعدين يجي يروحوا رسمينه كاهن فتبقى معرفته الكتابية يعني قولي ايه لجدا انا هاجي عند الشخص ده وانا هو بيقولك انا بقى لي 11 سنة كاهن ماش طبك تفهم ايه فهمت ايه فخلينا اسمع الفيديو رقم ستة وهو كده يعني مرة تاني بينعيشنا بالكلام بتاعه هديلك عصارة كتب عصارة كتب يعني بص بقى يعني خلونا خلونا نوقف يعني انا بالنسبة لي ده كوميدي يعني بكل التأدير والاحترام لشخصه بس انا بالنسبة لي انا فيديو زي كده ما بيخلينا اتحك فهو خلاصة عصارة الكتب اللي اراها والسنين بقى اللي ايه اضاها في الخدمة نسمع هديلك عصارة كتب وعصارة سنين في الكهنوت وعصارة سنين في الكليركية شوف كل ما قاله المسيح عن نفسه ينفي انه اله ماذا يقول المسيح ده سوائل سوائل هو ازاي يعني يعني البسحية من اول نشقتها والمنادات بالمسيح الرب السيد الاله المتجسد الكلمة الذي صار جسدا اللي امن بيه ملايين والنهاردة فيه حوالي اتنين بليون مسيحي او اكتر انت اللي طلعت شاطر فيهم انت اللي فهمت الانجيل صح انت اللي فهمت كلام المسيح يعني ده المسيح قال حاجات لا يمكن الانسان ان يقولها حياته تعليمه واعلاناته عن نفسه وخدنا يمكن في حلقات قبل كده ماذا قال يسوع عن نفسه وان اللهوت المسيح اساسا مؤسس على اعلان المسيح عن نفسه يجي بقى يعني ابو عريف يقولك لا لا ده كل ما قاله المسيح ها عن نفسه يؤكد انه انسان طيب نسمع 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 كمل ينفي انه اله ماذا يقول المسيح ده دي دي النقط فالمسيح نمسك في حياته كلها ايوه في ولد شاب مهذب ام اجاني اه رقد يعني اول ما شاف المسيح رقد جيري وجاف على ركباتي رقد يعني ايه رقد يعني جيري ماشي وسأله ايها المعلم الصالح ايوه ماذا ينبغي لي ان افعل لكي ارث الحياة الابدية ايه كان ممكن يقول له لا تزني لا تقتل هيوري له طريق الحياة الابدية لكن استوقفه وقال له لماذا تدعوني صالحا ليس احد صالح الا واحد وهو الله طيب النص ده لو جبت اي شخص مسيحي بيقرأ كتابين ثلاثة او عنده يعني دراسة ولو بسيطة في كتاب الدس هيجيب لك الاجابة ده من اسحل النصوص من اسحل النصوص كويس اللي فيها رد كلام كلام الرب يسوع كلام الرب يسوع لما سأله رئيس اوجود في متى تسعة تاشر متى تسري تمنتاشر وعدد تمنتاشر تسعة تاشر رئيس سأله رئيس قائلا ايها المعلم الصالح ماذا اعمل لكي ارث الحياة الابدية فقال له يسوع لماذا تدعوني صالحا ليس احد صالحا الا واحد وهو الله وهنا بقى اخونا ده اللي بقاله احداشر سنة اللي ارى مئات الكتب اللي قضى سنين هذا عددها مش عارف يجاوب على اسحل سؤال ممكن يوجه للإيمان المسيحي دي خيبة دي ولا مش خيبة دي خيبة ولا مش خيبة ما هو يعني هو بيكلم طبعا شخص مش عارف شخص معرفش حاجة عن المسيحية فلما يقول له الحكاية دي كده المسيح فعلا بينفي عن نفسه اللهوت انت بس دور عن نت ولا يمكن ايامك ما كانش فيه نت ايها المعلم الصالح وهنا المسيحي يقول له ما فيش حد صالح من البشر الجميع زاغوا فسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد مزمور ستاشر فكل البشر خطاه وانت تأتي وتقول لي ايها المعلم الصالح وانت تعلم وانت تعلم انه لا احد صالح بحسب الكتاب المؤدس والتعليم اليهودية الا شخص الله هل تعني ما تقول اني انا الله المتجسد هو لا ينفي عنه اللهوت لكنه يؤكد اللهوت لكنه للأسف يقول لك خلاصة الكتب خلاصة ما قاله يسوع عن نفسه ده ايه الخيبة دي ده ايه الخيبة دي ده انت لو عندك عيل في الكنيسة سألته السؤال ده وللأسف يمكن ما تلاقيش حد دعا في الكنيسة هيجاوب السؤال ده لانه دايما المعلم الكويس بيطلع شعب الكويس انما المعلم الخيب هيطلع شعب الخيب طيب اخد الاخ جورج من سوريا وارجع كامل مع حدرتكم بس الخير دكتور اهلين اخين اهلا جورج كيفك نشكر الله كيفك انت اهلا بس اهلا بحضرتك دكتور لفت نظري دكتور لفت نظري بالفيديو هين المنظر يعني المنظر طعون الشخصين اللي قالوا انه تركوا الامان المسيحي واصبحوا مسلمين ترباية اللحة حلقة الشوارع الزبيبة اللباس يعني يدل على نوع معين الاسلام ليس اسلام الوحيري مثلا اسلام متطرف على ما يدو يعني اسلام متشدد يعني هذا من النقيد الى النقيد يعني تنتقل ان المسيحية ليس الى الاسلام المعتدل بل الاسلام المتطرف ففي أسئلة يعني شكوك حول الموضوع الناحية الثانية عندما قال الشخص سيد المسيح أيها المعلم الصالح فردت عليه السيد المسيح لماذا؟ قال له لماذا تدعوني صالحا؟ لم يقل له لا تدعوني صالحا وهناك فرق هائل بين لماذا ولا لو قال له السيد المسيح لا تدعوني صالحا كنا نفحمنا حقيقة قال له لماذا؟ اشرح لي لماذا أنا صالح لماذا تدعوني صالحا؟ في فرق كبير جدا بين كلمة لماذا وكلمة لا وشكرا دكتور شكرا يا أخي يا جوج هي كمان النقطة يا جوج زي ما حضرتك بتقول هو فعلا متطرف أصبح متطرف أصبح أصبح شخص متطرف في الفكر وبعدين الفيديوهات دي كلها الهدف منها إيه؟ الهدف منها تضحك على الناس تسقط مش تقديم الإسلام لا 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 ولا إظهار نعمة الإسلام لا 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 خالص أصبح ما فيش نعمة هي أساسا مش موجودة خلاص هيجيبها منين كويس؟ إنما الهدف منها إيه؟ إنه شوفوا بقى يا مسيحيين أنتوا عندكوا ناس ناس أمنت بالمسيح أنا عندنا بقى ناس أمنت بالإسلام يعني الرب يفتقد الرب يفتقدهم شكرا لك يا أخي يا جوج شكرا لك يعني 11 سنة وبيخدم ومش عارف الإجابة على هذا السؤال زي ما قال جوج إنه ده المسيح قاله لماذا؟ لماذا؟ يعني إيه السبب؟ أنت شايفني على حقيقتي أنت عارف أنت بتكلم مين؟ طيب شوف بقى يعني أنا في كذا فيديو بس أنا عايز أختم أنا عارف عندي 3 دقايق فضلين لكن هاخد معلش هاخد فيديو رقم 11 فيديو رقم 11 برضو يقول لك تساؤلات ما حدش قادر يجاوب وعلى حتى الأسقفة معرفش مين دور الأسقفة ولا الأسوس اللي ماشي بيجاوب على أسئلة ناخد فيديو رقم 11 أسرة دي يعني كنت كان فيه تشعرها كتير لدرجة أنه يعني باسأل أكتر من أسيس عن الصلب ولهية المسيح والحاجات دي كلها ما كانش حدي بيجاوبني إجابة صحيحة يعني كنت أسأل مثلا كيف بالله أو الله يصلب ويهان يقول لا ده ابن الله طيب كيف ابن الله يصلب ويهان يقول لي يعني ما يعرفش ما كانش يجاوبني إجابة شاف يعني أكتر من قس وأكتر من حتى عصاقفة كمان يعني كان فيه تسألات كتيرة عصاقفة ما كانش يعني ما كنتش ألا إجابة شافية يعني هو الرجل الأسئلة بتاعته ما كانش فيها ما كانش ليها إجابة شافية لكن أنا هاختم نعليش هاختم بفيديو كوميدي شوية فيديو مساميانا كوكتيل كتبت عليه كوكتيل آخر فيديو هو مش عارف يقول ليه يعني هو هو متلخبط اللي عارف المسيح قام ولا مات ولا صلب ولا مين هو فبوريكم إلى أي مدى حالة اللخبطة اللي موجودة في الأشخاص وارجع على في الدقيقة الأخيرة على الفيديو نتماشى معاه نتماشى معاهك إن كانت قصة الصليب حقيقية مع أن قصة الصليب غير حقيقية هزبتها لك من الإنجيل كانت قصة القيامة أيضا حقيقية أنا هزبت لك بجأ لا صلب ولا قام منين؟ من الإنجيل ذاته ما ده عدا سبب إسلامي فقصة الصلبة حقيقية وقصة الموت حقيقية وقصة القيامة حقيقية وأنا هقول لك إن دي مش مش ظهرات أنا هقول لك إنه هو لا لا الصلب ولا دفن ولا مات ده من الإنجيل أيضا طب انت عايز تقول إيه مش عارف المهم نتماشى معاه نتماشى معاه وبعدين أول ما نتماشى معاه نلبس في الحيط أولا لم يجيب على أي سؤال أنا هوريك عمره ما ورله حاجة ولا قلنا أي حاجة يا جماعة الحقيقة ببساطة محدش بيقدر يغير الإنسان وقلب الإنسان من جوه إلا المسيح يسوع يسوع المسيح هو وحده الطريق والحق والحياة يسوع المسيح هو وحده اللي قال تعال إلي يا جميع المتعبين وثلق لي الأحمال وأنا أريحكم وما فيش حد يقدر يتعامل مع ما في قلب الإنسان من شر ومن خطية إلا يسوع المسيح وفداء المسيح عشان كده المسيح مازال بيدعو ومازال بيغير ومازال كثيرون يأتون إلى الإيمان المسيحي لأن المسيح هو وحده الإجابة والحل لمشكلة خطية الإنسان إلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح مع حضراتكم ترجمة نانسي قنقر